للبطالة في العراق حديث ذو شجون عشرات الآلاف من الطلب يتخرجون سنوياً لينضموا إلى جيوش العاطلين عن العمل أو ليجدوا أنفسهم في طابور طويل للانتظار لا يرى لنهايته أثر في محفظة بابل لم يلمسخ الرجوع أقسام الحضارة والآثار أي بصيص أمل في إيجاد فرصة عمل في بلد لا يعير مسؤوله أي أهمية للحضارة ولا يجدوا في التاريخ إلا فرصة لإثارة الأحقاد بعد أن خربوا الحاضر تظاهر هؤلاء الطلبة علهم يجدون صدى لصوتهم استحصال درجات وظيفية في وزارة الثقافة لكوننا الشريحة لأكثر ظلماً بين الخريجين حيث نعاني التهميش من قبل الحكومة ولم يتم قبلنا في أي وزارة حكومية ولا أي شركة أهلية بسبب اختصاصنا الدقيق وهو الآثار لأن الوزارة الوحيدة المسؤولة عن تعييننا والوزارة الوحيدة التي تستقبلنا هي وزارة السياحة والآثار يقول الطلاب أنهم تعرضوا للتهميش من الحكومات المتعاقبة في ظل عدم وجود أي مؤسسة من مؤسسات الدولة تقبل بتعيينهم بل وحتى الشركات الخاصة تعرضنا للتهميش من قبل الحكومة ومن قبل حتى الهيئة والوزارة التي مختصة بالآثار ونحن تعرضنا للتهميش لها لا يوجد أي مؤسسة تقبلنا لا مؤسسات الدولة بالأضافة إلى هذا حتى المؤسسات التي خاصة بالأعمال الحرة مثلا الشركات تخيل حتى مندوبين أنهم لا يقبلون لأنه إختصاصك محدد يعني هو حدد إختصاصك ما رح تقدر تتوسع أضافة إلى هذا عددنا يعني ليس ذاك العدد بس حتى الجيش والشرطة من نقدم عليها هو لا يقبل خريج الآثار لأنه لا يستفد مننا يعني فرصتنا الوحيدة هي بالوزارة الفرصة الوحيدة هي بالآثار يعني درسنا 16 سنة أضافة إلى هذا كل الزيان أصحاب الإختصاص يحرفون شنو معاناة الآثار وشنو الصعوبات وشنو الدراسة اللي قاعد يدرسها وخاصة بالمواد دشقة صعبة والمعاناة وكنا من الطبقة المتوسطة أو الفقيرة الطلبة يؤكدون أنهم لا يجدون سوى السخرية عندما يتقدمون للحصول على حقهم في أي فرصة عمل رغم أنهم قضوا سنوات في دراستهم كما طلبوا أيضا بتفعيل قانون هيئة الآثار والتراث والدور يعني يستاذعون بنا نقول لها خريط قسم الآثار يستاذع بنا لماذا لا يستاذع؟ من قبل الحكومة والكل هي تستاذع بنا قنا نطالب تفعيل قانون هيئة الآثار والتراث السياحة والفندقة واستهداثها واسترجاع أن الوزارة تكون الحالة وزارة السياحة والآثار وليس اتصال بالثقافة لأنه عندها اتصال بالدمجها بالثقافة كيف نقول صارف تعاملها مو صحيح وظلمه هواي ناس تفعيل قانون هيئة الآثار التراث السنة 2002 وحياء برنامج باب التراث العالمي هذا موافل درجات وظيفية أموال البلد التي تصرف عبر سنوات لتخريج الطلاب تذهب أدراج الرياح طاقات شبابية تهدر وأحلام تجهض بسبب سياسات حكومية وإدارية فاشلة آخر همها الارتقاء بالبلد حيث تشغل المصالح الخاصة والأجندات الخارجية التي تسيرها تفكيرها وسلوكها